لن تقف تدعيات الانتخابات البرلمانية في العراق عند حد المناكفات السياسية والصراع الكلامي بين الكتل فحسب فها هي تترجم إلى صراع مسلح وحركات احتجاجية تخبئ خلفها أجندات الميليشيات ومساعيها لإعادة قسمة غنيمة الانتخابات كل حسب بلائه في تثبيت أركان العملية السياسية وبعبارة أوضح حسب بلائه في شرعنة قاعدة الفساد العامة في البلاد عناصر الميليشيات الرافضة لنتائج الانتخابات تظاهروا أمام بوابات المنطقة الخضراء وحصل بينهم وبين القوات الأمنية صدامات دموية وباعتبار أن الطرف المتظاهر تابع للميليشيات فلن تطول قضية بسهولة وبالفعل بدأت تأخذ حيز صراع أكبر حاول الكاظمي لملمته من خلال تشكيل لجنة تحقيق عليا يكون في أضويتها أمن ميليشيا الحشد وعلى عكس المواقف المتجاهلة للمجازر التي كانت ترتكب ضد متظاهري ثورة تشرين صعد زعماء الميليشيات من لهجتهم ووصلت إلى حد تهديد قيس الخزعلي بالانتقام من القوات الأمنية والضباط المشاركين في الصدام مع محتجي الميليشيات إشراك ميليشيات الحشد بعمليات التحقيق سيطلق يدها في تدبيج نتائج التحقيق والتحكم بتفاصيله وبهذا تصبح قضية أحداث المنطقة الخضراء ورقة ضغط قوية بيد الميليشيات ولعلها ورقة مساومة تتيح لها الدخول بمفاوضات أقوى مع ميليشيات الكوتل الأخرى من أجل إعادة تقاسم المناصب في الحكومة المقبلة